اشتركوا في القناة 27 أكتوبر عام 1945 أنشئت هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بفترة وجيزة فتبلورت فكرة إنشاء منظمة تساعد على حفظ السلام في ربوع العالم فتمخض عن ذلك أصدار وثيقة سميت بميثاق الأمم المتحدة التي صادقت عليها العديد من البلدان والتي تركز على هدفين رئيسيين وهما السلام والكرامة الإنسانية وفي عام 1971 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بإعلان يوم الأمم المتحدة وأوسط كل الدول الأعضاء بالاحتفاء به والذي يأتي ضمن أسبوع الأمم المتحدة وفي الثاني والعشرين من سبتمبر عام 1971 رفع عالم مملكة البحرين في مقر الأمم المتحدة لأول مرة حيث انضمت البحرين رسميا إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية ومنذ ذلك الحين استطاعت المملكة توسيع شبكة علاقاتها الدبلوماسية عبر الأفق الدولية من خلال السفارات وممثلين دبلوماسيين ولا يزال العامل جار لتكبير رقعة حضور البلاد على الصعيد الدولي كما يجمع مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة تاريخ حافل من التعاون المشترك على الصعود كافة والذي بات يشكل نموذجا دوليا يحتذبه في تحقيق أهداف الأجندة التنموية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة